يعلن المجلس العلمي الأعلى أنه سيقوم بتقديم خطبة الجمعة للسادة الخطباء كل يوم أربعاء عند الساعة الثانية بعد الزوال وبالتالي سيكون بإمكان السادة الخطباء للطلاع على خطبة الجمعة المقترحة من قبل المجلس العلمي الأعلى كل أربعاء قبل الجمعة يمكن الوصول إلى هذه الخطب عبر موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر صفحات المجالس العلمية الجهوية والمحلية إن هذه الطريقة الجديدة في التواصل مع الخطباء تعتبر خطوة ممتازة بإذن الله تعالى ونعبر عن تقديرنا لهذه الفكرة ونتمنى أن يستمع المسؤولون في كل مجال لنبض الشارع ويأخذ بعين الاعتبار آراء العاملين في مجالاتهم خطبة الجمعة في المغرب تعد من أهم الشعائر الدينية التي تقام أسبوعيا في المساجد وتعتبر فرصة للمسلمين للاستماع إلى دروس ومواعظ دينية تقدم من قبل الخطباء تتميز خطبة الجمعة في المغرب بعدة خصائص ومزايا من بينها الجانب الديني والاجتماعي تهدف خطبة الجمعة إلى تعزيز القيم الإسلامية والأخلاقية بين المسلمين تناقش الخطب مواضيع متنوعة تشمل العقيدة، العبادات، المعاملات، والأخلاق بالإضافة إلى قضايا المجتمع والتحديات التي يواجهها المسلمون في حياتهم اليومية التحضير والعناية يولي الخطباء في المغرب اهتماما كبيرا بتحضير خطبهم حيث يستندون إلى مصادر دينية معتبرة مثل القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء يتم اختيار مواضيع الخطبة بعناية لتكون مفيدة وملائمة للحضور التوجيه والإرشاد تعتبر خطبة الجمعة فرصة لتوجيه وإرشاد المسلمين نحو السلوك القويم والتصرفات الإيجابية يستفيد المصلون من النصائح والتوجيهات التي يقدمها الخطيب لتحسين حياتهم الدينية والدنيوية التفاعل المجتمعي تلعب خطبة الجمعة دورا مهما في توحيد المسلمين وتقوية الروابط الاجتماعية بينهم يجتمع المسلمون في المساجد لأداء صلاة الجمعة مما يعزز الشعور بالانتماء والتضامن اللغة والتواصل تلقى خطبة الجمعة في المغرب باللغة العربية الفصحة مما يساعد في تعزيز الفهم والوعي الديني في بعض الأحيان يستخدم الدارجة المغربية اللهجة المحلية لتوضيح بعض النقاط وللتواصل بشكل أكثر فعالية مع الجمهور القضايا الراهنة يتناول الخطباء في المغرب أحياناً القضايا الراهنة والأحداث الجارية من منظور ديني مما يساعد المسلمين على فهم هذه القضايا والتعامل معها وفقاً لتعاليم الإسلام باختصار خطبة الجمعة في المغرب تلعب دوراً حيوياً في نشر المعرفة الدينية والتوعية بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية وتعتبر فرصة للتواصل بين المسلمين وتوحيد صفوفهم فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء